أخرج الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث صهيب ابن سنان المعروف بصهيب الرومي قال كان أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر وهذا الخبر عنده بقية ضربه أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من باب الإخبار والاعتبار وتستفيد من الجزئية الأولى دي إن كثير من الملوك وكثير من القادة يتعامل بالسحر وأيضا تستفيد إن السحر قديم السحر قديم منذ عهد سليمان عليه السلام والنبي عليه السلام ذكرناك في الحديثة وربنا قال في سورة البقرة الآية 102 واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر السليمان ولكن الشياطين كفروا فهذا الساحر لما كبر وتستفيد برضو إن السحر ما ذايرين شغولهم بقيف شان كده بتلقى الدرويش الكبير يموت بيجيبوا الدرويش الصغير ولده ودى الخليفة خليفة ودى الشيخ شيخ ودى الدجال برضو بجيبوا لك بكرة قاعدوا في التبروقة الشيطان ورط الجماعة الكبار والكبار ما ذايرين شغلاتهم تقيف طوالي بخلفوا شان كده أي سجادة في البلد دي صوفية سجادة بتاع أهل البدع تلقاهم طوالي شنو عزول الشيخ الكبير مات يقول لك جابوا ولده جابوا ولده عشان شنو يقول لك عشان يمسك الطريق الطريق ياتوا طريقة الضلال وطريقة السحر وطريقة الشرك بالله تبارك وتعالى وتستفيد أيضا من الجزية دي قال له فابعث إلي غلاما أعلمه السحر إنه السحر حرام تعلم السحر حرام وطعات السحر محرم في الأمم السابقة وفي أمتنا أو في ديننا حرام كله طيب قال له فابعث إلي غلاما أعلمه السحر والعلماء قالوا تعليم الغلام في الصغر كالنقش في الحجر تعلم ولدك من صغير تعلم العقيدة الصحيحة وتعلم التوحيد إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعلم بالله هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة التوحيد وهم صغار لما نكبر يكون عقيدته سليمة لكن بعد ما كبر وعمره بيقى تسعين سنة وماسك الطريقة الدلي والبرع ولا المكاش ولا الركين ولا واحد من الدراويج ده تاني ما بخلي والبرع يدقى فيه مقلب قال لي أوعيغ الشوك أهل الإنكار بسيم يحشوك بالحوم النسبة هي عشوك والطريقة أمسك فيها الطريقة لا تخليها شوفت اشتغل طيب قال فبعت إليه غلاما يعلمه السحر وكان الغلام إذا سلق يعني الغلام ده الملك والدلو غلام عشان يعلمه السحر إذا جماش للراهب أو إذا جماش للسحر كان في طريقه الراهب فجلس إليه الغلام ده جلس للراهب ده وسمع كلامه فأعجبه ودائما الحق بيعجب والحق عليه نور زول تلقاه بغادي عقيدة زول يعني فطرة تسليمة ما تلوست بعقاة صوفية ولا عقاة أخوان مسلمين ولا بلاغاتية ولا تلوست بأحزاب ولا بجماعات بيجي مربي بربي هناك بيسمع الميكرافون دريس للصوفية وكلام في التوحيد ومحاربة للشرك بيتكيف على المرة دي بكيف وقوله الله الليل أنا بس اللبن مدخر بمشي وبجي على الأسبوع الجاي بيجي بيقيف فيها أخذ لها نصي ساعة بعد أسبوعين ثلاثة بيخص في نجاته بيتحقر في الوطن بل يقول الله يشتغل هذه الظريفة ده ما توحيد أصل التوحيد بعجب أي زول عقيدة أو فطرة سليمة التوحيد ده طوال منزل في قلبه بردا وسلامة عشان كده ربنا يقول فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء قال أهل التفسير والعلماء أي لا يجد التوحيد والإيمان إلى قلبه مسلك ده الزول يأتوا ده الزول الله ماذا يربيه خير أما الأول يشرح صدره للإسلام قال يوسع الله له في قلبه للإيمان والتوحيد ده كلام ابن عباس في تفسير ابن كثير طيب قال فأعجبه فلم يزل هكذا بيقى يمشي ويجي والساحر بيقى يضربه بيقى يضرب الغلام ده يقول ليه تدخرت له واشتكل الراهب قال لي يا أخي الساحر ده يضربني الساحر قال له إذا خشيت أهلك قل حبسني الساحر وإذا خشيت الساحر قل حبسني أهلي فلم يزل هكذا حتى جاء ذات يوم بدابة عظيمة سدد على الناس الطريق جماج بالشارع لقال له دابة كبيرة في المهم قرنتية زي المهم حاجة كبيرة سد على الناس الطريق قال اليوم أعلم أمر الراهب أحب أو أمر الساحر شايفهم كيف واحد والله أربعة ظلف يقول لي بياكله غرط ده ده هالي جاي قول غرض أربعة ظلف وينكطعوا راسه يبقى حفازه ولا تلاييز يفيسار ده 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 بياكل غرط يا ناس كان شأنوا وبغش ومنوا ودير بدلة بيضربه العتود كامل قال يا اكلة الخروف ويعديளوقوف يا ناس والله يramentран امنة كبير بيحكي إلي قال ليه قال واحد بيتناقش مع واحد صوفي قال لو أنتم ما قلت الزهان ما بتأكله قال لي والله يا الصالح يأكلل خروف ويعدي yerde للوقوف ده بيأكل خروف يا مولانا ده ما بيأكل قرط خروف كامل الضنب ذاته برشه والكرش والرأس والباسم ما أخلى فيها حاجة وهكذا المهم فقال اليوم أعلم أمر الراهب أحب أو أمر الساحر قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاختل هذه الدابة فرماها بحجر فقتلها فعلم أن أمر الراهب شنو أحب إلى الله من أمر الساحر فأخبر الراهب لما انجل الراهب قال ليه والله حصل كذا 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 الراهب قال ليه أي بني إنك اليوم أفضل مني وإنك ستبتلاء فلا تدل علي قال ليه إنت الليلة بلغت من الإيمان ومن التوكل ما استجاب الله عز وجل به دعاك قال له وإنك ستبتلاء وتستفيد برضو إنه أهل الحق يأتي تأتيهم الابتلاءات والاختبارات والامتحانات فمن رضي فله الرضا ومن سخط له الصخط فقال فإنك ستبتلاء فلا تدل علي قال وسمع به وكان الغلام يداوي الأكمه والأبرص يداوي من سير الأدواء فسمع به جليس للملك وكان قد عمي واحد كان من الجماعة اللي بيقعده مع الملك عمى سمع به الغلام ده إنه بعالجه كده جاو فأتاه بهدايا عظيمة قال ما ها هنا أجمع إن أنت شفيتني قال إني لا أشفي أحدا وهنا الزوالد بره من حوله من قوته مش زينا هنا الواحد تلقى يقول لك ده المحيط السامل البحر الكامل ما عارف ليك أبضل عن حديد وفلان وفلان وبسوي بيعمل يقول لك ديل الفراس للكون حراس اللي بيرفع راسه ليه وبواسه يا لا سوي والله يقطعين ما بتعملوا ما تغلبونه ساي وكلام فارق والبرع يروج ديل قال ما تتكلم فيهم ديل بيجيهوك وبيحفظوا حنكك وكلام فارق ساي ترى يوميا كل مرة محن ما نمشي بنضرب البرع والمكاش والصايم ديمة والحمد لله يمرنا ماشا والحمد لله يوميا الحنجرة فاتحة والشغلة ماشا قدام فانت عرف انه الزولد بره من حوله من قوته كان ربنا السياب لك دعوة ولا دعوتين ما تعمل فيها خلاص والله طبعا التعارف ان احنا نحو الله كان كشحناك بها فاتحة والله يمرك تتعدل دنيا واخرة كلام فارق ساي زي الجماعة ديل الواحد تلقاو يقول لك والله ابوه الشيخ دين كشحك بها فاتحة تتفتح عليك دنيا واخرة وتلقاهه شغال شغال على التاري وابوه الشيخ اضرب في العتان واضرب في المدايد واضرب في الدخن وقاعد والنسوان يخشان عليه بالصف يا زول شغاله طويلة فالمهم فالزول يتبرى من حوله ومن قوته وما ينسب يعني الشيء لنفسه ربنا استجاب دعاك انت اشكر الله عز وجل ويتواضع يتواضع للناس ما تتكبر وتدعال على الناس قال الغلام قال اني لا اشفي احدا ولكن اذا امنت دعوت الله لك فشفاك قال له اذا امنت انا بدعو ليك الله بشيك فامن جليس الملك فدعا له الغلام الله فشفاه وجل الملك راجع بقي عين الملك قال له قال له من رد عليك بصرك قال الله قال اولك رب غيري قال ربي وربك الله فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام واتي بالغلام الملك قال له ايبني لقد بلغ من سحرك كما ترى والجزية دي فيها انه اهل الباطل بيسموا ويتهموا اهل الحق بيشيئهم وقعين فيه زي فرعون فرعون قال لي موسى شنو قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى مع انه فرعون هجاب السحرة دائما اهل الباطل بيتهموا على الحق بأحاجات هفية هم هفية هم فيهم زي صوفية اتوا مشبهة اتوا موامن مشركين هم المشركين البنادوا غير الله هم البدعوا الاموات هم البيعتقدوا في الميت ينفع ويدوروا غيره من العقائد الشركية البيعتقدوا وكذلك اهل الاحزاب بيتهم اهل السنة انه بفرقوا الناس وهم اللي بفرقوا الناس واهل الغير الانحراق والالحاد بيتهموا اهل السنة واهل التوحيد انه كلام ده ما بيخدم حاجة وما بيخدم الوطن ولا بيخدم الاقتصاد ولا بيخدم البلد وكلام اهل التوحيد واهل السنة ده اللي بيخدم البلد والبيخدم الاقتصاد والبيعه بتنصرح حوال العباد والبلاد لكن بيقلبوا الحقائق دائما اهل الباطل يقلبوا الحقائق قال فلم يزل يعذبه حتى أدل على الراهب جابوا الراهب الراهب قال له جابوا عذبوا قال له أرجي عن دينك وتستفيد إنه ربنا لو ابتلاك بأشيء في جسدك من أجل الدين أصبر عليه أصبر عليه وما تلاوز كله كله والتزم يا دول واستقيم على الدين ويبقى مارك ما ابتسلم من أذى ربنا قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمنا الله الذين صدقوا ولا يعلمنا الكاذبين فتثبت على الحق وتستحمل أي حاجة جاءتك في الحق استحمله شوف السحرة بتاعين فروحون قال له قال له لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والهدى لحد ما قال له قالوا له فاقضي ما أنت قاط إنما تقضي هذه الحياة الدنيا قال له أزوله أعمل الشداء التسويض ودائماً هل الحق لو جاءوا ألم في جسده ما بعاين له وما بلتفت له لأنه صاحب رسالة ودائماً يوصي الرسالة إن شتموك في عرضك أبقى مارك طوالي شتموك في نفسك أبقى مارك طوالي قالوا وهابي ما في حاجة اسمه وهابي أميش طوالي ما في زود السلم يا ناس بل النبي عليه الصلاة والسلام مع حكمته وبلاغته وصحتي شجأ رأسه أو وجهه وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام ده كله أذى أذى ورماه الصبيان لما هاجر إلى الطايف عليه الصلاة والسلام ده كله أذى جاءوا لكنه صبر وربنا قال فاصبر كما صبر للعزم من الرسل ولا تستعجل لهم أصبر يا زل أصبر أصبر ما تلاوز تسمت بالحق ما تلاوز فجابوا الراهب قال له أرجع عن دينك أبا قال فدعي بالمنشار فوضع على على رأسه فشق فسقط نصفاه زول الشيخه قدامه ونشره قر هاش تغاله دي كيف السمنه شائر يوم منشار فيزو شائر يوم منشار أرجع من دينه قال له هو براه بطع من الدين براه ولا فيزو شائر يوم منشار ولا فيزو ولعوله نار براه بطع من الدين يسف في الدين وينادف الأموات ويطف في القبر ويابويا السيخة بقبة اللبنية اكتب لي حجاب من راسلها كرعية لعرفنا حجاب لعرفنا بطانية لعرفنا برول ده شنو ده وابويا السيخة بقبة بابا قصيرة لأحياء القطايا الطير الأحياء بغارة من غير غلات وكذا القطايا والولادة المات بيشرك براه بمزاج كمان المشركين زمان لما يقعوا في السدة بنادوا الله براه لما نضعوا من السدة بيقولوا والله كمان لاتا أكان غريقنا قال لي لديل في السدة وفي الرخة بنادوا برعي الغم باسميت الجماعة قال له قال عندك وعند الله يبني وقيع الله الجماعة قال لي يا أخي كلام ده غلط قال لي قال له والحاجة قال لي عندك وعند الله يبني وقيع الله قالوا لي الكلام ده غلط مخالفة القرآن والسنة قال لي قال لي عندك وعند الله يبني وقيع الله الزلد لما مجرم وزلد لما ما شغال عكاس ده البورعي ده عبد الرحيم الزريبة أكبر إمام ضلال في البلد ده النشر الشرك نشره بطريقة خلى لك الأمة دي كلها ترقص مع الشرك وما جايب خبر ده البورعي ده البورعي ألبي يخافوا منه كثير من الناس وفي الحالة قد يهينا بنجلد جلد لما نعرف حاجة والله الذي لا ألقى يتغرب لله عز وجل بجلد ده البورعي والمكاشف والركاني والبدر وغيرهم لأنهم دعوا الشرك وضلال في البلد دي ما في ما في شيء وصل البلد للحالة دي إلا الشرك النشر الجماعة دي يا أخي شرك محل ما تمش شرك البصة الصياحي شرك الحافلة شرك الحلة جوة أغاني في الحافلات شرك تمشي بأيناك الشوارع شرك الكافتريات شرك كل شرك في شرك نشر الصوفية عبادة القبور وعبادة القباب وعبادة الشيوخ فأتي بجليس الملك بعد ما قتلوا الراهب جابوا جليس الملك قال لي وارجع من دينك فأبا أريا رجع عن ديني فوضع المنشار على رأسه فشق فوقع نصفاه شوف الناس دي سابتين كيف دا الإيمان لما نصل للقلب إيمان لما نخل جوا تاني ما في حاجة لو بر حرقوا بينار لو قطعوا بي منشار لو ولعوا في وسطوانة غاز سابت لشان كده الصحابة ضربوا لنا أربع الأمثلة في الثبات بلال كانوا يعذبوا في بطحة مكة في الحر والهجير بالصخورة الحامية وكان يقول أحد أحد وقتل السمية سمية أول شيئة في الإسلام بعد ما رجعت دا الثبات يا ناس أثبت يا ذول واحد تلقاه التزم يومين ثلاثة واستغام يومين ثلاثة الجماعة العرس جوم أسمع أهال رأي شنو الحفلة كيف الله جمع عن موضوع ده وبيجاي شوي عصروا عليه يخذ تلهم قل الله أنا بتحنن لكن فيه الدي راجل يقول لك حلفوا عليه طلاق طلق عليه وطوالي طلق عليه والله ترجع بيه خبيزة ذاته ما عندي معاك شغلة ألقال لك أحلف علي منه إنت أزول مرتك ولا مرته زواجك ولا زواجي إن شاء الله في زواجك شوفت ترقص عريان ما عندي معاك شغلة لكن في زواج ما تجد قل لي لا علي الطلاق تتحنن وعلي الطلاق تعمل حفلة ما بأعمله أحلف علي عشان أرجع عليك بيك عكا أو أبقى تحلف وأبقى راجل أي زواج شاب دار الزواج ما يلم ما لأبع طاله ويخلي مرته يلبسه له وفستان ويخلو له قطافينا بره زي الحمام المجنحة يعزوله ويش أبقى راجل أبعك تخلي مرتك خدها لك في كوشة والجماعة يسلموا فيها ومبروك عروسه وهزباك قدامك ويتشنبك زي طرباص الحراسة قاعد ساي شنب كبير ساي واحد تلق والجماعة يصوره مبروك الله الزواج دار الزال ما شاء الله والله لكن عروسه الله ما شاء الله واحدين يصوروا هناك والقاعدين في الحطة فوق دارك كمان خليهم ساي قل لكم الله الزواج دار يا زول هوي الله نعين تليل الحاجة دي من فوق شغل دي عجيبة من روح وده كله ده خيابة ساي انت أبقى راجل شفت في زواجك ده قل لهم المرادين أول حاجة إن لابس لاتوب من بيتهم ما بطلع واحد واحد من أخواننا الزواج في منطقة الجماعة عمل إليه حركات قال لهم ما قلتوا كده والله يا خلاة بعد دخلوا عندكم يا الله يا الجماعة آه زول لا جاو يدخل شو حتى أنا مرقالهم لعب ما فيها زول ده عرضك تخط في كوشة كوشة دي بيتلمى الضبان وبيتلمى الوسخ وبيتلمى الآيه وآيه أخطها في كوشة فده الثبات على الدين زولي يعصروا يومين طوالي يتراجع وقل لها زول خلي الجماعة ديال خلي أهل التوحيد طوالي يقول لك والله يا أمي بتزعل أي أمك تزعل تزعل تبقى مشرق يعني أقول أمك زعلة طوالي تقى الزات أتكلم معايا أمي ده التوحيد وده الدين وكذا بابا أسلوب طيب ما تتنفر فيها ولا تنهر لكن وراء إنه ده الحق ودعوه للحق واصبر على الحق يبتبتلع الحق ده صهي وقتلات فجابوا الغلام الدعو من فوق لكن الزول دائما لما يكون قلبه ملان إيمان الله بنجيو الله قال ومن يتق الله يجعل له شنو مخرجا طلعوا بيه الجبل فوق لما بيقوا في الجبل فوق الغلام دعا الله النووي قال فيه إثبات كرمات الأولية الحديثة فيه إثبات كرمات الأولية فقال اللهم كفينيهم بما شئت فاهتز الجبل فسقطوا جميعا كلهم ماتوا وجرى يجعل الملك قال له ماذا فعل أصحابك قال كفانيهم الله قال شلو في سفينة ودو البحر غرقوا شال في السفينة ودارين يغرقوا قال اللهم كفينين بما شئت فانكفأت السفينة وجاء يمشي إلى الملك قال ماذا فعل أصحابك قال كفانيهم الله قال الغلام إنك لن تستطيع قتله والغلام عنده رسالة داري والصلة الغلام عنده رسالة داري والصلة داري بلغ الناس التوحيد وداري بلغ الناس الدعوة وإنه الملك ده ما إله يعبد مع الله عز وجل لانه كانوا بيعبدوه كانوا بيعبدوه فقال لو انك لن تستطيع قدلي حتى تفعل ما امره قال او ماذا قال تصليبه تجمع الناس على صعيد واحد زي الحاج يوسف دي قويس قال لو تجمع الناس في صعيد واحد وتاخد لك سهم من كنانتي وتصليب لي على جذع زي الحاج يوسف تتلمم في الساحة وتجيب لك حاجة منصة تعليقني فيها وتشلك سهم من الكنانة بتاعتي وتخدت في الغوص وتقول بسم الله رب الغلام اذا فعلت ذلك قتلتني ففعل الملك ما قاله الغلام فوضع السهم في كبد الغوص وقال بسم الله رب الغلام الجماعة لمن شافه مات وربنا يعني علموا ان الملك ليس برب قالوا امنا برب الغلام امنا برب الغلام امنا برب الغلام وتستفيد فائدة برضو هنا ان دعوة كيمكن بعد تموت الله ينشرى الغلام دا الناس امنوا بعد ما ماتوا قال فوقع السهم في صدغه الصدغ ده هنا فمات فلما رأى الناس ذلك قالوا امنا برب الغلام امنا برب الغلام امنا برب الغلام امنا برب الغلام لانه هم ان نزل ما حرقهم الا التوحيد والايمان فنهاية القصة انه جات امراء مع صغير فتقاعصت يعني رجعت وخافت واشفقت على صغيرها فقال الغلام يا اماه او يا امه اصبري فانك على الحق قال لا اصبري ات على الحق وشوف اهل الباطل دائما الله بعملهم باناقيد قصدهم اي زولي اكيد لها الدعوة دي علماني شيوعي خارجي تكفيري صوفي الله بعمل بين قيط قصده والله اجد الحق ده منصور الصمت خب عليه ونقدم الشيخ او بكر والكلام يطولي اذا اجينا مرة تانية نتكلم في بقية الفوائد جزاكم الله خير السلام عليكم فليف الدور الشيخ او بكر مجزين ماجورة السلام عليكم